بناء على طلب متابعيني انه عملت العشي الشامي بتاع الفلو الطعمية مع قول من نص كيلو عملت عشرين رغيل وتقدروا تعدوهم بمنتهى السهولة عش كله منفوخ وفي البتجاز وعلى عيني البتجاز برضو هنعمله بمنتهى السهولة سهل وسريع للغاية وحش وطري وخفيف لو نفختها يتر معاك يعني ناجح يعني ناجح مفيش كلام بس اهم حاجة لتزمي بس الحاجات اللي انا اقولها في الفيديو علشان دي مهمة جدا علشان العشي ينتفق يطلع بيدحك كده زي ما انت شايفين وعملت برضو معاكم مغبوزات كتير على القناة وارهلكو دلوقتي هسيب لكم اللينك يا جماعة بتاع المغبوزات في صندوق الوصف وهسيب لكم برضو لينك الفتر المشالتت في صندوق الوصف اللي مش عارش صندوق الوصف في فين اضغطي على نون مرة يظهر لكلمة المزيد هو ده صندوق الوصف بعض المعقنات الجاملة اللي انتو شايفين هدي عملناها على القناة بس منها يبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلقا جميعين السلام عليكم احترامي اليوتيوب لايك وشير وسبسكرا بلاصل المميزة تمنى تحطوا لايك الفيديو وإلا ما شاركش يشارك في القناة ويدفع على زر الجرس عشان كلما ينزل الفيديو وصلك الشعر به واتكلمنا كتير ويلا بينا معنا كباية لربع من اللبن وكباية لربع من المية ومعلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ونصص معلقة صغيرة من الملح في اكتر من كده ايوة في دقيق مش هننسى الدقيق احنا قدوا بهم كيس او طيب انا ما عنديش عجان انا دلوقش هعجم في العجان ما عنديش عجان هتعجيني على ايدك وهيبقى زي الفل معاك بس هتلتزني بالحاجات اللي انا هقولك عليه بعد كده هننزل بتجيه حد هيقولي هو فعلا يا غماعة بتعجي بمية بس انا حبيت ان انا تجيله غناوة شوية فحطت نص لبن ونص مية لكن لو انت حابة تعجيني بمية بس ما فيش مشكلة خالص هيبقى زي الفل ده من انت اللي عملا بيدك هيبقى زي العسل وزي السكر بعد كده هنعجنه خمس دقايق لو انت هتعجيني على ايدك عجنها عشرة دقايق عائز اقولك المعاakinت دي يا جمعة كل ما تعجنيها هتبقى قويسة معاك بعد كده هغطها وبه يعني بعد معجنها خمس دقايق هغطها زي ما هي كده واسبها خمس دقايق وبعد كده هحط المعلاقى كبيرة من الزبدة ومعلاقى كبيرة من الزيت ودي ختيار يا جماعة ما عنديك الزبدة هتحطة معلقتين من الزيت مش عايزة تحطش خالص لزيت ولا زي بدا مفيش مشكلة خالص بس لازم نريح العجنة خامس دايق ونرجع عن عجنها تاني علشان تربي عرق معاك علشان العشك ده يطالع خفيف ويبقى هش كده زي ما انت شفتيه بداية الفيديو وينتفخ معاك بعد ما عجنتها يعني كويس خالصه هابدأ اي اقوارها كده واشلها ببولة هغطيها وارجع لها كمان ربع ساعة بالزبط بعد ربع ساعة بابدأ ارددها زي ما انت شايفين كده علشان برضو اربي عرق للعجنة بتاعتي علشان كل ما تربي العجنة يا جماعة بتطلع حشة معاك وطريقة بعد كده باسبها ساعة لربع ساعة يعني بعد ما ربع ساعة دول سبتها كمان نص ساعة قططها كويس لحد ما اختمرت تمامها التخمير بقى النهائي اللي هبدأ اقطحها بعد كده بعد كده بعد كده بطلع الهوى منها زي ما انت شايفين بعد كده اي اقطح انا بقول لكم لو وصلت المقطع ده يريد تحطي لايك ولو ما شاركتيش هاكون سعيدة جدا لو شاركتيو في القناة ومستنية من الكومنت اي كومنت ما تتخيلوش الكومنتات بتاعيك وبتساعدني قد اي يعني ان شاء الله يكون واجه ملتسف بعد اي كومنت قولي رأيك في الفيديو بعد كده ماجبش هادي كده وبدأ اي اعملها كده لان اقطعها كام رغيف هاقطعه نص كيلو ده هاقطعه عشرين رغيف طبعا اللي انتو عارفين الرغيف اللي هو بتاع الشامي الصغير بتاع الفل والطمي بقى صغير حتى طبعا اللي انا مقطع ده اكبر طبعا من اللي هو بينشير الصغير فعلشان اي اعرف اقطعه يعني بانتظام من غير ميزان ولا اي حاجة خالص ببدأ اقطعها اربع قطع وكل قطع اقطعها خمسة اي بقى كده العدد كام عشرين زي ما انت شايفين اي حابدأ توصاص طن ايدي كده علشان يطلعوا ايه كل الارغيف يعني مضي يعني ايه قد بعضهم حتى لو مش قد بعضهم يا جماعنا عاملين في البيت مش بنبيع ولا حاجة يعني رشت دي طبعا وهبدأ اقوروا كويس او اهم حاجة افلي كويس او اتنعمي كده شايفين بتحس ان هي ملزقة شوية في ايدك كده اعمليها بشوية ديق بس حيزي ملحوظو حاب اقولك عليها خلي بالك منها بس زوديش اكتر من معلقة كبيرة من السكر حد اقولي ليه اقولك لو انت زودت اكتر من معلقة كبيرة من السكر مش ينتفخ معاك السكر مش بتخليه انتفخ علي بالك معلقة كبيرة بس ونص معلقة صغيرة من الملح مش اكتر من كده حابة ايجني بمية ايجني بمية ما فيش مشكلة خالص بس انا حابته ايه اغزي شوية كده احنا بنامل في البيت عشان يبقى طعم متغزي كده وحل حطت نص لبن ونص مية متطفقين ما فيش مشكلة خالص حابة برضو لو انت عايزي تغزي بزيادة وتاجني كله بلبن مفيش مشكلة هيبقى احلى و احلى كمان يعني برحتج انا قلت لك كل الاختيارات واللي عجبك بقى امشي فيها انا بقول لكم بصراحة كل حاجة ولا حتى لو نسيت اي حاجة بعشي لي كومنت و انا ان شاء الله اجابك عليه بعد ما قطعتهم كلهم اهم جمع 20 رغيف في كمان خمسة مورهم لكم اللي حسن حد يعدهم ولي لا نقصين اهم دول ايه جمع 20 رغيف هاغطيهم كده واسبهم عشر دايرته علشان يفردوا معي بمنتهى سهولة اهم حاجة لازم تخطيه ببلاستيك علشان طبعا ما ينعملش اشرة خارجية علشان طبعا ما ينعملش اشرة خارجية علشان طبعا ما مر عليها حوالي 10 دقائق بقى جب اي رشة دي كده وابدأ ايه ابططه ما تحطيش دي كتير علشان وش الرغيف يبقى شكله حل موتفقين موتفقين طيب انا ما عنديش فرن عايزة اغبيضو على عين البتاجاز ما فيش مشكلة هيبقى زي الفل معاك اول ما تلاقيح مرة من تحت امي قلبا هينتفخ برضو معاك على عين البت يعني ما عنديش شوية ما فيش مشكلة خالص انا عملتو على عين البتاجاز وبسيبو حوالي نص دي اكده وبعد كده ايه شغال الشوية اشيل الصينية وحطها تحت الشوية من غير الفرن خالص انا شغال الشوية بس من فوق ومش مش شغال الفرن خالص لكن ممكن تعملها على عين البتاجاز من الالف الياء وما تحطوش على الشوية خالص متفقين موضوع سهل لهم وفش اي حاجة خالص حاول ان انتش ببطاتي رغيف سمك واحد يعني تدوري كده واتحندمي وخليج ايه بيتحكد بنفضه كويس من الجيء جنبي طبعا قماشة يعني فرشها جنبي وبحط العيش عليها علشان طبعا نسهل عليا لما جاشيلها ميطلعش الهوى منه علشان طبعا الهوى ده هو اللي بخلي اللي رغيف معاك ينتفق يعني احنا اوريك دلوقتي هنشيلو ازده بحطه على القماشة كده رغيف جنب رغيف على القماشة وبعد ما بقطعه بسيبو نص ساعة كمان بس اهم حاجة غطش كويس علشان ماعملش اشرة معاك شايفيني السنك بتاعو نروح نشوف بعد ما خلصنا كل الكم شايفين انا حطها تحت قماشة هوم غطيها ببلاستيك طبعا عشان ماعملش اشرة معايا باسيبو في الوضع ده نص ساعة بعد ما مرها لنص ساعة بابدا اغبزه شايفين باشيلو ازاي برفعه القماشة وعلى ايتي شايفين ايه انتفخ ازاي بعد كده بساخن التاصل اول يعني الصانية لازم تكون سخن ما تنزليش عن ايدا عينين تحت الصانية اللي انتو شايفينها ديق على البوتاجاز اول ما بحس يعني سيبو نص ساعة كده وطبعا في الوقت ده انا مشغال الشواية بت شايفين طالع بيت حكا هو وبقولوك تحلو كلوني حاجة فعلا تفتح النفس اهو انا عملت برضو يا جماعة العشي اللي هو المنفوخ العادي البلدي بتاعنا واريته لكم في بداية الفيديو هسيبلكو لينك الملف المغبوزات كلها في صندوق الوصف وملفز الفتر مشالتت برضو شايفين الجمال بيقبز زاي وبعد ما خلصنا الكامية ما شاء الله عشرين ركيف يعني ايه شايفين ما شاء الله كله قابب ويفرح كده ويفتح النفس ما تخيلوش خفيف وهاش شايفين تطري بقى سندوتشات طعمية سندوتشات فول سندوتشات جبنة بتحطف زبيز زاي هتحطيه في كيس محكم الغلق وطرب بتي كويس وحطف الفريزر عند الاكل الطلاقي قبل الاكل محيش بخمس دايق بيبقى كنه لسه مغبوز وطري زي ما هو يعني اتشيله تحطف الفريزر وطلاقي عند الاكل على طول شايفين الجمال بصراحة زاي الفين وكده وبين الفين ومزيج بين الفين ومزيج من العيش البلدي بتاعنا والعيش الشامي برضو شايفين الجمال يارب الفيديو يكون عجبك واسبك في رعاية الله وامانه انتظروا ان شاء الله في فيديو جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته